موسيقى أغنية عراقية مثل ما قلت كلمات رامي العبودي وألحان الفنان الرائع نور الزين وتوزيع المبدع عمر صباه والأغنية أبيت يعني في أبيت دانس شو الجديد مختلف بهالكليب لحد أدميعاً غير أعمال عملتيا؟ هو صراحة الأوديو مختلف تاني ببتدي من أول شي تاني شي الفيديو كليب الأفكار الإبداعية اللي حتى المخرج فادي حداد شي أكتر من رائع وحتى اللبس من ديزاينر ميخايل شامعون كمانا مية بالمية إن هارمني مع الست اللي محضرة فادي حداد والأجدد وأجدد لأول مرة أنا بقدمه بالعادة عادة بقدم لوحات رائسة بالكليبات تبعي بس هالمرة حتكون مع نديم شرفين وفرقة المياس مع عشرين بنت عم نقدم لوحات رائسة تخطف الأنفاس كمان هيدا مش تعاون أول تعاون مع المخرج فادي حداد شو بتخبرين أكتر كمان عادة تعاون معه؟ صراحة هيدا تعاون التاني هو أكبر دليل قديش أنا مبسط بأول تعاون لهو بأغنية أمو أفية بيروت طبعا ما كان عنا كتير مجال إنه ناخد راحتنا بكابوب وصونجز وكلوحات فنية لأنه كان موضوع مؤلم ويعني لبيروت ومن بعض اللي صار وهيك سو كان أكتر هيك يعني متل تحية لبيروت ولكن ما قدرنا نفجر كل المواهب طبعنا بس قد ما كان فيه هارموني على ست بيني وبين فادي يعني هيدا الكامستري اللي بتحس إنه عن جد بيفهم عليك من دون شي أنا كتير تحت بتعامل معه كتير حبيت حالي بس شفت حالي بالصورة بالكريب لما هو ضويني صاح وأخذ الكادر صاح سو ومنفهم على بعض والإبداع هيك بيطلع أكتر وأكتر سو يعني إن شاء الله هيدا الأغنية رح تكون مميزة جدا هدي في مجازفة منك بهيك وقت وضع صحي كورونا ووضع اقتصادي بلبنان وإنك تجعي كمان تصور بلبنان قداش هدي فينك مجازفة كمان منك هلا هي فيك تقول عنها مجازفة وفيك تقول عنها شجاعة أو حب للحياة بنهاية عجلة الحياة بدأ تكفي ما فينا نظل مكبالين هيك عم ناخد احتياطاتنا بالنسبة لعدد اللي أكيب بالنسبة لكل شي حتى لو كان العدد كتير ما عم نكون متوجدين كلنا على الست بنفس الوقت عم نحط الماسكس طبعا هلأ شلتوا لأنه عم بحكي معك ولما كنا عم صور أكيد وغير هيك الناس تقريبا نصها أخذوا الفاكسين في ناس أورادي كمان أخذت الفايروس وصار عندها مناعة يعني قطع وقت صار فينا صارنا قادرين نعرف كيف نتعامل مع هيدا الفايروس بأقل أضرار ممكنة أو بدون أي أضرار ممكنة كليب حلو كتير صلنا شهر شهر ونصر محضر فيه إنتاج لايفستايل ستوديوز وغنية كتير حلوة عرائية ميزيك رائعة كلام ولحنة توزيع وكليب كتير حلو فيه ديكارات ضخمة جدا فيه دانسرز كتير اشتغلنا عكل ديتيلز فيه احساس كتير صورة جديدة وطابلويت رأس وريم اشتغلت كتير حلو وصلنا هيك باستوديوات عم تدرب علي لمفوت شهر يعني أخذت منها كتير وقت بس عمل رائع بإذن الله هذا مش أول تعاون بينك وبين ريم شو الجديد اللي حتبينها لريم بهذا الكليب؟ ريم عنده طاقة كبير يعني عنده أنرجي وطعف تتحرك على الكاميرا وبحب أنا أنه يعني قعدت مع الكريوغرافر درسة صح عرفت لأنه كلها تابلويت يعني هلأ بتحضر الكليب فيه وتابلويت مع عشرين دانسر سوأ أقلها غالطة بدك تعيد اللقطة كلها سوى فهي كله تابلو متناسي وهي بتغني وصوت حلو وهذا تاني تعامل بعد أمي وقفية بيروت هايك عندها أنرجي بتعطيك بوزيتيفتي وطاقة وحلوة والكاميرا بتحبها وقالله يوفقها غنيه كتير حلوة مقدمين لوحة مستوحية من إذا بدك من النيتشر شوي رايحين لشي فيجول فيه إلوجينز كتير لباديشيب لرسمات عم نشتغلها ومين غير المخرج فادي حداد بقدر يوصل لك فيجنز بهالقد بطريقة برو وسينماتيك يعني مشغول على السات بطريقة كتير حلوة ومشغول على التصوير وعلى الكوريوغرافي بطريقة جديدة حنشوف شي جديد يعني هيدا مش أول تعاون كمان مع المخرج فادي حداد لك أنا عمري خمسة عشر سنة بعرف ولا فادي يعني بلشت أزادانسر معه وكبرنا معه على السات مدرسة صار مخرج فادي حداد شو اللي قلتلي ممكن الجديد انه غير النيتشر ممكن انه تورجي يمكن مواهب عند ريم الشريف بالرأس كمان لك فيه فيه سوربريزات بالكليب بس حنشوف يعني حضرارك لون سوربريز تتشوفون بس لترلك شوي مستوحين يعني شي من النيتشر مستوحين شيبس إذا بدك رايحين شوي على شي غريب أبستري مش منشاف بعد قبل قصص جديدة عم نعمل يعني لما عرفت كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن دوت كوم واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة